السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكم ألف ألف عافية اللي قدامك هو أحدث حواسيب سلسلة زينبوك من موديل إلى موديل يختلف الموضوع لذلك الموديل اللي قاعد تشوفها الآن هذا رح يظهر لك الآن هو الـ UX5400 هو اللي متوفر بشكل رسمي في السوق السعودي وهذه المواصفات للسوق السعودي الآن نقطة دائما أقولها أنه الموضوع قد يختلف من دولة إلى دولة في مسألة المواصفات في مسألة الأسعال لذلك وجب التنبيه طيب الجهاز كله على بعضه هو 1.4 كيلوغرام يعني بكل بساطة هذا يسمح لك مع جوة تصنيع عالية تقدر تتنقل فيه مكان ألف من مكان باعه بكل سهولة بكل يسر ففي نفس الوقت اهتمام عالي وجهاز بمقاييسها جميلة جدا على الرغم أنه 14 نش إلا أنه فيه استغلامه امتاد مساحة إطار الشاشة الزر الطاقة حتى دعمين لك فيه مع تقنية البصمة ومضح حولك في مكان الكاميرا واللي يدعم لك 720p جيدة مش الأفضل عندك سماعات تحت لدعم الهارفون كاردن للأنظمة الصوتية زاوية العرض اللي هي 180 درجة فبالتالي الشاشة عندك هنا تدعم تقنية اللمز فهذا برضو شي كويس على الرغم أنه غير متحول الجهاز بإضاءة خلفية اللي لوحة المفاتيح بصراحة تراكباد ممتاز بتعريفات المنتز والكتابة ترافل كيز اللي فيها مستخدم ممتاز للكتاب الفترات جدا طويلة فما عندك أي مشاكل أيضا في هذه النقطة نجد موضوع الجهاد معلش أنا ودي أذكر المنافذ لأنه حتى المنافذ مستخدمين بشكل صحيح وهذا الشي اللي يحبها مستخدمي 2 من USB Type-C الـ 4.0 Thunderbolt 4.0 كارت شاشة منفصل شاشات ثلاثة شاشات أربع شاشات المهم أنه Thunderbolt 4.0 مع USB مع 3.2G لأول حتى وعندك حتى منفذ السماعة بموجود هنا حتى لكيانو المايكروستي وحتى حطي لك HDMI اللي تبنيت أن يكون 2.1 لكنه 2.0 من ناحية البيلي يقدر أعطيك 4K إلى 16 هرتز فبالتالي حتى المنافذ مستغلينها بشكل ممتاز بشكل صحيح وتقدر تشحنها من خلال USB Type-C ما في شاحن خاص فبالتالي لو عندك Power Power كدعملك فوق المية واط فتقدر تستخدمه تقدر تستخدمه مع هذا الجهاز بكل سهولة البطالية المستخدمة هنا 65 واط والسماعات موجودة تحت يعني وش المكان الأمثل للأمانة والجهاز تقدر يعني ترفع بيد وحده ما عندك أيضا مشاكل وبنفس الوقت أنه وانت ترفع تلقى المنطقة الهنج اللي هي المساكات الخاصة فيه ترفع الجهاز شوي فوق فيعطيك أفضلية لما تحط الكتابة الجهاز من ناحية وهنا برضو واحد من الأشياء الجميلة جدا هذه مهب أي شاشة مو على شحنها OLED لا هذه مهب أي شاشة أولا حاصرة على معايير وشهادة اللي هي Pantone والشيء الممتاز في هذه الشاشة أنه على رغم أنها تعكس إلا أنه هذه الشاشة 2.8K تعودنا على 2.5K لكن هذه لا 2.8K DCI-P3 100% معايير ألوان سينمائية والشيء الجميل أنها 90 حيث وهذا الشيء جدا جدا ممتاز ومرحب فيه وبقوة فبالتالي تعطيك ثلاثة ممتازة لما تلعب في بعض العلعاب وغيره وغيره تلقىها 9.90 حيث والـ DCI-P3 اللي لم يعرف معايير ألوان سينمائية اللي ممكن مو بس تستمتع فيها معايير خلنقول والله مارتي ميديا وتحديد تحرير للأديتينج والأديتينج للصور والفيديوهات بل أيضا حتى في مسألة في مسألة الأفلام وغيره وغيره من الأشياء فشاشة جدا 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 جميلة نتكلم عن الصوت أشوف الصوت الجيد مش المكان لكن أنصح إذا كان معك سماعات خليه الخيار الأفضل الصراحة يكون الخيار أفضل بكثير المعالج يستخدم هنا Core i7 الجيل 11 من معالجات الانتل أرجع وقول الموضوع يختلف من دولة لدولة في مسألة المواصفات لكن هذا الجيل 11 من معالجات الانتل ويستخدم LPDDR4X يستخدم الواي فاي 6 حتى بلسط 5.0 وموشتين من النطاق التغطية والكرتل هو كرتل الانتل وهذا الشيء جميل جدا وبل أنه حتى ممتاز البطارية طيب يعتمد الموضوع على حسب استخدامك على حسب طريقة استهلاكك للبطارية لكن مع MX450 لو كرت الشاشة المبصل يقدر يعطيك ما بين الأربعة إلى 5 ساعات إذا كان استخدمك عادي إلى متوسط والله لو مكثف لا المدة ستقل فلذلك الموضوع يعتمد على طريقة استهلاك للبطارية والله إذا كان استخدم خريف تلقائي عمرك ومعك فوق 7 ساعات 6 ساعات 7 ساعات بالراحة فالموضوع لكن أنا ملجح تنظر أرى البطارية جيدة جدا أرى البطارية جيدة جدا نرجع موضوع screen pad 2.0 حلو هنا هذه الشاشة التي يمكن تحولها إلى trackpad بكل سهولة توفر لك اختصارات الأبرز للتطبيقات التي تحتاج أن تصل لها بشكل سريح جدا وممكن تنقل ما بين المهام الموجودة على الشاشة الرئيسية وتضعها هنا والعكس الصحيح بالخيار أيضا متاح بكل سهولة أقدر أحط أنا والله أروح المالتي تاسكينج على موضوع ال office إلى مسألة والله أتابع streaming أو أتعلم على شيء معين أقدر أوصل للوجيت بكل سهولة ويكون يسر من خلال الشاشة الثانوية والله أنا عندي عددات كثيرة ودي أسويها فأقدر أسويها وأنا مرتاح جدا ما عندي أي مشاكل فيها مثلا والله أروح للعددات وضبط مستوى الإضاءة مثلا ففيه استفادة كبيرة ليس من نفس أخوه الـ plus لكنه جيد للقيام بالمهام السريع جيد يعني المهام السريع أشوفه جيد جدا صراحة trackpad سبق أني ذكرت أنه استخدم تعريفات المندس ما عندي أي ملاحظات فيها فكل شيء ممتاز تجربته مع قراءات الـ SSD و يعني أشوفه جيد وليس الأسرأ بكل تأكيد السيني بنش كان كويس برضو فيها ف مهام كويس صراحة مهام اليومية فيه تقدر تلعب ما مخصص تلعب تقدر تلعب لكن لا تخفض العداد لأنه يبقى أول وخير MX450 تقدر تقدر سوي editing على 1080p ما كان أسرع لكنه تم قام بالمهمة بشكل ممتاز فهذه تجربتي مع هذا الجهاز الذي هو Zenbook UX 5400 ما قبيك من 8 تكون جيل الثاني عشر معالجات Intel لكنه بنفس الوقت هذا الجهاز الذي يريد يأخذ مكان ألف مكان با ويريد اتزان في مسألة المعاصبات هذا الشيء الجميل لأنه يستخدم 11 معالجات Intel فهذا المعالج لا يستهلك بشكل كبير جدا من ناحية البطارية حتى يعني 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 كرش المتصل جيد الصراحة حتى للمهام اليومية في decoding و decoding في مثلة الملتي ميديا وغير فهذه مراجعت لهذا الجهاز وتجربتي مع هذا الجهاز انتو وش رايك هل تشوف كويس او لا يلا تعطينا رايك في خلق التعليقات شوف مخير شاء الله السلامة